أنفلونزا الطيور تعاود الظهور مرة أخرى في أوروبا والبداية في هولندا وألمانيا وبريطانيا المسؤولون في هولندا فرضوا حظرا عاما على نقل جميع الطيور الداجنة ومنتجاتها في مختلف أنحاء البلاد مع البدء في التخلص من آلاف الطيور بالمزرعة التي تم اكتشاف الفيروس فيها وفي مزرعة أخرى في يوركشار في إنجلترا تم فرض حظر لمسافة عشرة كيلو مترات حول المزرعة ويتم البدء في التخلص من ستة آلاف بطة لكن مسؤولين في بريطانيا وهولندا يقولون أنه من النادر للغاية أن ينتقل الفيروس من النوع المتفشي حاليا إلى الإنسان إلا إذا كان على اتصال لصيق بالطيور لم تشهد أوروبا تفشيا لأنفلونزا الطيور منذ عدة سنوات لكن المسؤولين يؤكدون أن التفشي هذه المرة ليس لنوع H5N1 الذي يهدد صحة الإنسان ويحاول المسؤولون في أوروبا حاليا معرفة سبب تفشي الفيروس هذا المرض معدي ومن الممكن أن ينتشر بسبب نقل الطيور وبسبب من يعملون وسط الطيور والأشياء التي يلمسها الطيور مثل الأقفاص ووسائل النقل لكنه يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق الطيور البرية اختبارات معملية تجرى حاليا لمعرفة طبيعة النوع الجديد من الفيروس لكن الجهود تتركز على الأرض لوقف تفشيه علما بأن تأثيره على الإنسان يعد منخفضا للغاية محمد طه بي بي سي